اشتركوا في القناة وقبل أن نبدأ نجلس على الكرسي نجلس بهدوء نشاهد بأهلنا ونسمع بأذننا سنردد اليوم في درسنا حديث فضل الحياء عن أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في الإسلام وأصل من أصول الأخلاق يحثنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على التخلق بخلق الحياء الذي يعد زينة النفس البشرية وتاج الأخلاق بلا منازع وهو من أعظم أخلاق المؤمنين وهو شعبة من شعب الإيمان التي تقود صاحبها إلى الجنة لنتعرف الآن على مفهوم الحياء الحياء هو خلق يدفع صاحبه إلى فعل الحسن وترك القبيح من الأقوال والأفعال ما هو فضل الحياء وما هي مكانته في دين الإسلامي؟ الحياء صفة من صفات الله تعالى وهو أيضا شعبة من شعب الإيمان وأيضا الحياء من أخلاق الأنبياء وصفاتهم ومما أوصوا به واتفقوا عليه والحياء يبعث على فعل الخير فقد قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير لنتعرف على بعض الدروس المستفادة من الحديث الشريف الحياء من أخلاق الأنبياء وصفاتهم التحلي بخلق الحياء يعد فضيلة الحياء شعبة من شعب الإيمان الحياء أصل الأخلاق الكريمة وباعث على الأفعال الحميدة الحياء لا يمنع صاحبه من قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعد أن تعرفنا إلى مفهوم الحياء ورددنا الحديث الشريف نحل بعض التدريبات معا أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم أحسنتم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ممتاز إجابة صحيحة أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة الحياء من أخلاق الأنبياء وصفاتهم هذه عبارة صحيحة أجل أحسنتم الحياء شعبة من شعب الإيمان هل هذا صحيح؟ أجل أحسنتم الحياء يمنع صاحبه من قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هذا صحيح؟ لا أحسنتم فالحياء لا يمنع صاحبه من قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بارك الله فيكم وهكذا وصلنا إلى نهاية عملنا لهذا اليوم شكرا لحسن استجابتكم وإلى اللقاء شكرا للمعروف شكرا لحسن استجابتكم